قصة جديدة رائعة مناسبة للأطفال في مختلف المراحل العمرية بها العديد من المواعظ والعبر المفيدة للطفل وبها أيضا الكثير من الدروس والأفكار والصفات الهامة التي يتعلمها الطفل ويلاحظها من خلال أحداث القصة المسلية والجميلة أجمل قصص مكارم الأخلاق للأطفال يسعدنا أن نقدمها لكم بشكل متجدد عبر موقعنا صبورة.net واليوم سنتعلم معا آداب الزيارة وللمزيد من قصة مكارم الأخلاق يمكنكم زيارة الموقع أتمنى لكم قضاء أمتعي وأجمل الأوقات خالد آه كم هي ثقيلة هذه الحقيبة زياد صديقي العزيز زياد كيف حالك يا خالد خالد الحمد لله جزاك الله خيرا على مساعدتك لي يا زياد زياد جزان الله وإياه هذه الحقيبة ثقيلة بحقه أين صديقنا عبد الرحمن؟ قد اعتدت ما المجيء معا خالد إنه لن يحضر اليوم لأن والدته مريضة ولابد أن يبقى بجانبها زياد شافاه الله وعفاها لا بد أن أزوره بعد المدرسة للإطمئنان عليها وأرى إن كان يريد المساعدة خالد أبلغه سلامي حتى أراه في المساء إن شاء الله عبد الرحمن إنه موعد الدواء يا أمي الأم جازك الله خيرا يا بني تعبت معي كثيرا فأنت لم تنم منذ الأمس لتسهر على راحتي عبد الرحمن مهما فعلت يا أمي فلن أوفيك حقك في الأثناء يدق جرس الباب آه لا بد أن هجارتنا جاءت لتطمئن عليك زياد السلام عليكم عبد الرحمن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا زياد زياد لقد جئت لإجلس معك قليلا عبد الرحمن جزاك الله خيرا يا صديقي لكن أعذرني لن أستطيع الجلوس معك الآن زياد لا يا صديقي لا عليك سأمر عليك في وقت آخر السلام عليكم عبد الرحمن أرجو أن تلتمس لي العذر ولا تغضب الأم من يا ولدي عبد الرحمن إنه صديقي يا زياد وقد اعتذرت منه على استضافته لأتمكن من خدمتك يا أمي الأم بارك الله فيك يا ولدي في الحين عاد زياد أدراجه مكسور الخاطر وهو يردد حائرا وحسرتاه على الصداقة أهكذا يفعل بي صديقي عبد الرحمن يرفض استقبالي في منزله أهكذا تكون الصداقة عندئذ قطعه صوت لرجل طاعر في السن أتكلم نفسك يا زياد زياد السلام عليك يا عم رمزي العم رمزي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما لي أراك مهمومة زياد لقد أردت فعل معروف فما كانت جزائيا إلا إساءة العم رمزي كيف حدث هذا زياد ذهبت لصديقي عبد الرحمن لإجلس معه في بيته فرفض استقبالي وأخبرني أنه لا يستطيع الجلوس معي الآن العم رمزي سبحان الله أتغضب من حق أعطاه الله لصديقك؟ زياد أه وكيف هذا؟ العم رمزي ألم تستمع لقول الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لا لكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم يرجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ومعنى هذه الآية الكريمة أنه يجب علينا الاستئدان من صاحب المكان قبل الدخول فإن أذن دخلنا وإن لم يأذن رجعنا وإن لم يكن في المكان أحد فلا ندخله أيضا إلا بإذن صاحبه زياد ولماذا لا يأذن صاحب البيت لضيوفه؟ العم رمزي يا بني لكل بيت خصوصية فلا ينبغي لنا أن نسأل عما لا يعنينا فذلك أسكى وأطهر لنا كما قال ربنا سبحانه زياد نعم يا عم رمزي أنت على حق العم رمزي اسمع أيضا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع أي أنه إذا طرقت الباب مثلا أو ناديت صاحب البيت ثلاثا فلم يرد عليك يجب أن تنصر زياد هل يعني هذا أني أثاب إذا انصرفت ولم يؤذن لي؟ العم رمزي نعم يا بني وقد كان سلفنا الصالح لا يجدون حرجا ولا يحسنون إذا لم يؤذن لهم زياد سامحني الله وغفر لي كم كنت مخطئا عندما غضبت من صديقي عبد الرحمن العم رمزي لو فهمنا ديننا فهما صحيحا يا بني لما حمل أحدنا لأحد من إفوانه بغضا أو كراهي زياد جزاك الله خيرا يا عم رمزي وأعيدك أني سأزول صديقي غدا إن شاء الله ولن أغضب إن قال لي ارتح مرة أخرى العم رمزي بارك الله فيك يا بني ترجمة نانسي قنقر